التصلب اللويحي هو عبارة عن مرض بيؤدي في كثير من الأحيان إلى التعب والإنهاك وسببه أنه جهاز المناعة في الجسم بيقوم بإتلاف الغشاء المحيط للأعصاب والغشاء المحيط للأعصاب وضيفته حميتها من التلف والتآكل طيب هو جهاز المناعة بهاجم الغشاء اللي المفترض أنه هو له دور مهم في حماية الأعصاب ليش طب ما هو جهاز المناعة المفترض أنه موجود عشان حماية جسم الإنسان فهذا رح يودينا لمصطلح اسمه autoimmune disease يعني أمراض المناعة الذاتية والتير بنسمع هذا المصطلح أنه المرض مرض مناعي مرض مناعي المناعة الذاتية طب إيش يعني مرض autoimmune disease أو الأمراض المناعية بشكل مبسط ربنا سبحانه وتعالى خلق في جسم الإنسان جيش دفاعي اسمه جهاز المناعة اتداءا من الجلد اللوستين غدد وهرمونات وحتى أعضاء هدفها أنها تدافع عن الجسم في حال هجوم خارجي إذن جهاز المناعة هو اسمه جهاز مناعي يعني جهاز دفاعي عبارة عن جيش الجيش هذا مكون من رئيس ورئيس أركان ومدفعية وصواريخ وكل شيء كل شيء يعني كل ما نقرأه في العسكر هو موجود في جسم الإنسان الجيش هذا مكسوم لجسمين كبار في جسم تخصصه رصد أي عدو بيجي من بره بيبدأ يهاجمه ويتقاتل هووية زي موضوع كورونا مثلا هو عبارة عن فيروس لما بدخل الجسم الإنسان بالجهاز المناعة بيبتهاجمه عشان يتعرف عليه ويأخذ الصورة تبعته ويحاول أنه يقضى عليه أي مرض بيجينا من بره فيه إله ناس متخصصين ما بين رصد ومتابعة ووحدة اشتباك وإلى آخره هذا وظيفته بكتيريا أجت من بره فيروس دخل من بره أي جسد طفيليات دخلت من بره فبيبدأ يواجه ويقاتل هذا الجسم الغريب لعند ما يقضع لواحد بيقضع الثاني تمام؟ طبعا كل مكان جهاز المناعة قوي كل مكان الدفاع رح يكون إيه والجيش رح يكون قوي يعني كل ما أنا دعمت الجيش صح كل ما أنا أديت للجيش الانتماء صح كل ما كان مرتاح أكتر وعنده ولاء رح يدافع أكتر وكذلك جهاز المناعة جوة كل ما أنا طعمته صح كل ما اهتميت فيه أكتر كل ما دعمته معنويا أكتر رح ايه تزيد القدرة الدفاعية تبعته في عندي كتيبة تانية من الجيش هذا بس رصد ومتابعة الأجزاء الداخلية يعني ممكن المشكلة ما تجنيش من برة ممكن من جوة الجسم تيجي زي السرطان مثلا الخلايا السرطانية الخلايا السرطانية تكونت في داخل الجسم فبرضو جهاز المناعة في عنده جيش بس بيرصد تحركات الجسم من جوة وين في خلل صار من جوة الجسم ما جنيش من برة بروح ايه بيهجم عليه وبيبدأ يشتبك هو وياه لعند ما يقضي عليه والبقاء للأقوى في الجسم البقاء للأقوى وليس هناك مجال للضعفاء وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة النظريات اللي بنقرأها أو بنسمحها في عالم الجيوش هي نفسها ما يحدث في داخل الجسم هلقيت في بعض الأحيان جهاز المناعة بتم تضليله تمام؟ من خلال العدو الداخلي أو الخارجي كيف يعني بتم تضليله يعني بيجي بلباس العدو هو صديق لكن بيبقى لابس لباس العدو فبيجي جهاز المناعة بيتعامل معاه على إنه عدو مع إنه مش عدو يعني بين قسين نيران صديقة نيران صديقة هلقيت ليش جهاز المناعة بيبدأ يهاجم أعضاء في الجسم اللي هي سليمة وفيش فيها مشاكل وهي جزء من الجسم يعني مفترض يحميها بروح بهجمها محدش عارف ليش وكأنه بتم برمشته من خلال يعني شيء ما حدش عارفه لحتى الآن يعني العلماء لحتى الآن ما فيش عندهم تفسير واضح للأمراض المناعية فبروح الجهاز المناعة بروح بهاجم هذا العضو أو الخلايا هادي وبيبدأ يفرتكها بتعامل معها على أساس إنها عدو مع إنها في الحقيقة مش عدو وهي جزء من الجسم ودوره إنه يحميها هل بتم برمشته إنه روح يهاجم هذه الخلايا هل بنضحك عليه هل يضلل به هل العضو هذا بروح بيعمل شيء معين بحيث إنه الجهاز المناعة شوفه عدو ما حدش فهم الموضوع لكن الخلاصة إنه جهاز المناعة بيجي بهاجم هادي الأعضاء على إنها عدو وبيبدأ إيه يخرب فيها طبعا تقريبا عنا أكتر من 80 مرض من الأمراض المناعية الذاتية اللي عرفها الطب يعني أكتر من 80 مرض إنه جهاز المناعة بيصير يهاجم ذاته ويدمر في حاله وهو مسكين مش عارف إنه جاعد بيدمر في الجسم إيش بيصير ما حدش فهم لكن هذه الخلاصة ومن هذه الأمراض طبعا اللي هو الروماتويد الصدفية البهاق التصلب المتعدد وغيره من الأمراض المناعية اللي ممكن تصير في أي عضو في الجسم يعني مثلا عسابي المثال البهاق البهاق يعني بروح بهاجم الجلد وبيقلبوا للون الأبيض فبيصير جهاز المناعة كل لون أبيض هو صديق ولون البشرة الطبيعي هو عدو وبيبدأ إيش إش يقلب اللون من بني لأبيض مثلا عسابي المثال وكذلك الصدفية وكل الأمراض اللي إحنا إيه المناعية تمام ومن ضمن هذه الأمراض المناعية اللي هو التصلب اللويحي اللي هو الجهاز المناعة اللي وظيفته الدفاع عن الجسم واللي وظيفته أنه يكون يعني حمى الحمى وحامي الجسم بروحي يتلف الغشاء المحيط بالأعصاب تمام وقلنا وظيفة الغشاء هذا أنه بيحميه لأعصاب لأنه لما يصير فيه التلف وتآكل في الغشاء بتصير الإشارة تصل متأخرة من الدماغ بتصير تروح للعضو هذا وبعضها حما بتصالش أصلا تمام وببدأ يصير عندي مشاكل بالأعصاب والعصاب نفسها ممكن تصير فيها تلف وصير فيها ضرر وللأسف الشديد أنه العصاب اللي بتتلف بصير غير قابلة أنها إيش تتصلح تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر